اش رايك بمن يقول يعني اللي يقول يقول يمعود احنا ش استفدنا من موضوع الرئاسة والجلسة الافتتاحية وهذا كلام يردد ترى نسمع وايد يعني من يعارضكم يقول يمعود وين احنا ش استفاد المواطن ش خذ المواطن شينه في التنية شينه الغانون اللي سويته لي ودائرين في موضوع الرئاسة والجلسة الافتتاحية واللجنة التحقيق واستجواب الرئيس هذا كلام قاعد يردد ش ترد على من يقول مثل هذا الكلام بطلال يعني هذا كلام قاعد يتداول لكن نحن اللي قاعد نقوله أن نحن عندنا أغلبية متفقة على قوانين معينة لكن لأن في عندنا مشاكل بالله عندنا تواطئ الحكومة عندنا أطراف داخل المجلس ما يبوني يحققون بعض القوانين فيه نواب ما يبوني غيرون النظام الانتخابي والحكومة ما زالت ما تريد تغيير النظام الانتخابي بس صرح رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية قال أن نحن من أولوياتنا موضوع التعديل للنظام الانتخابي بطلاب يعني ليس إشارة للتعديل من قبل الحكومة طبعا نفسه هو رئيس الوزراء اللي يسرب برنامج عمل الحكومة حق الجرائد وهو نفسه رئيس الوزراء اللي واعد بالمكافآت منه الصفوف الأولى هو نفسه رئيس الوزراء اللي استحسن جلسة الافتتاح منه لما تكلم لي أنا ترى يعني لما ترجع حق مجلس 2016 ترجع حق مجلس 2013 أنت قاعد تشوف الهدوء اللي قاعد يصير داخل المجلس ترى هذا كله شراء وقت علشان ما يطلع بالنهاية حصيلة هذا المجلس صفر بالنسبة للمواطن أنا لما أتكلم أنه أنا عندي أغلبية ولا أقدر أحقق للناس القوانين اللي وعدتهم فيها هذا بحد ذاته فشل فبالتالي إذا أنا من البداية استسلمت للعملية اللي قاعدة تصير وهذا أنا قلت لك يا عطيتك مثال بالجلسة الأخيرة لما أغلبية النواب يطلبون لجنة تحقيق ما قدروا حققونها لما أغلبية النواب يطلبون استعجال تقارير بعض القوانين اللي موجودة وتكليف اللي جانب إنجازها خلال شهر إذا أنا اليوم كنت عاجز هالأدوات البسيطة شون باتر بقرن لهم القوانين فكانت لازم المسألة تصير حاسمة من البداية لازم يعرفون إنهما ما يراح ينفع يمشي نفس السيناريو اللي صار في 2016 وفي 2013 فبالتالي إذا ما إحنا ما نتشرف أن نكون في مجلس ما يحقق إنجازات مو خايفين من الحل لا هم اللي خافون من الحل لأن نتجه للحل واتجه رئيس وزراء للتصعيد أكثر من جذي وحاول استفزاز النواب وشارع أكثر من جذي ترى المجلس القادم رح يكون أسوأ عليهم أشرس وأشرس ترجمة نانسي قنقر